تحدثنا في الفيديو السابق عن الكهروسلبية وتعلمنا من خلاله تحديد إذا كانت الرابطة تساهمية قطبية أو غير قطبية في هذا الفيديو سنتعلم كيفية معرفة إذا كانت الجزيئات هي جزيئات قطبية أو غير قطبية وأيضا كيفية تطبيق القطبية على قوى الرابط بين الجزيئات طبعا قوى الرابط بين الجزيئات هذه القوى تختلف عن قوى الرابط في الجزيء نفسه فالثاني هي عبارة عن الروابط بين ذرات الجزيء من الداخل كالرابط التساهمي على سبيل المثال أما الأولى فهي عبارة عن قوة الربط بين الجزيئات المختلفة لنفس المركب دعونا ننظر إلى قوة الربط الجزيئية الأولى وهي قوة الربط بين ثنائيات القطب دعونا نأخذ مثالا أو ننظر الآن إلى الجزيئات الجزيئات الأسيتون هذه هنا وإذا ركزنا على الكربون وهو بربط الثنائية مع الأكسجين كما ترون نعلم أن الأكسجين هو كهرو سلبي أكثر من الكربون لدينا أربع إلكترونات في الرابط الثنائية بين الكربون والأكسجين هنا بما أن الأكسجين كهرو سلبي أكثر سيقوم الأكسجين بجذب الإلكترونات إليه لهذا الأكسجين لديه شحنة سالبة جزئية هذه الإلكترونات في الأصفال ستتحرك بعيدا عن الكربون إذن الكربون سيخسر قليل من كثافته الإلكترونية وسيصبح بشحنة جزئية أو جزئية موجبة لهذا كما نرى أنه يوجد انفصال في الشحنة في هذا الجزئ شحنة جزئية موجبة وشحنة جزئية سالبة إذن لدينا هنا رابطة ثنائية مستقطبة مما يعني وجود قطبين مختلفين في هذا الجزئ قطب موجب وآخر سالب وفي مثل هذه الحالة نقول أن الأسيتون هو جزئ قطبي للسبب الذي ذكرناه قبل قليل نفس الشيء يحدث بالنسبة لجزئي الأسيتون أسفل هنا لذا سنحصل هنا على شحنة سالبة جزئيا وشحنة جزئية موجبة هنا لهذا الجزئ قطبي أيضا ولديه قطبين كذلك سالب وموجب إذن كل جزئ لديه قطبين ولأن كل جزئه قطبي ولديه انفصال في الشحنة السالبة والموجبة نحن كما نعرف أن الشحنات المختلفة تتجاذب والشحنات المتشابهة تتنافر هذه الشحنات الأكسجين هنا سالب الشحنة سيتجاذب مع هذا الكربون الموجب الشحنة سيكون هناك عامل جذب كهروستاتيكي بين كلا الجزئين ومثل هذه الخاصية تؤثر على صفات هذا المراكب فبسبب قوة الجذ بين جزئاته القطبية نرى أن درجة غليانه تقريبا 56 درجة مئوية نعم درجة الغليان هي 56 درجة مئوية أي أنه يبقى سائلا عند درجة حرارة الغرفة والتي تتراوح بين 20 أو 25 درجة إذن يبقى سائلا في درجة حرارة الغرفة نعم دعونا أو قبل ذلك إذن قوة الجذب هذه تؤثر في خصائص وصفات المركبات المختلفة كما رأينا طبعا هذه القوة اعتمدت على الاختلاف في مقدار قيم الكهروسلبية في ذرات الجزئي لننظر الآن الرابطة الهايدروجينية هنا لدينا جزئات الماء ومرة أخرى إذا فكرنا في هذه الإلكترونات في إلكترونات الرابطة طبعا وليست إلكترونات الأكسجين الغير رابطة التي بين الأكسجين والهايدروجين الإلكترونات التي بين الأكسجين والهايدروجين ونعلم أن الأكسجين هو أكثر كهروسلبية من الهايدروجين إذن الأكسجين سيفاء يسحب الإلكترونات قريبا منه وهذا يعطيه شحن سالبة جزئية الهايدروجين يخصى من كثافة الإلكترونية ولهذا يصبح موجب جزئيا بهذا الشكل نفس الحالة موجودة في جزئ الماء أسفل هنا سيكون الأكسجين سالب جزئيا والهايدروجين هنا موجب جزئيا كما في المثال السابق يمكن رؤية أنه يوجد جذب إلكتروستاتيكي بين الشحنات المختلفة للجزئين بين الأكسجين مشحول سالب جزئيا والهايدروجين الموجب جزئيا من الجزئ الآخر ربما سيقول أحد من الذي يجعل هذا المثال مختلفا عن سابقه بأسلوب آخر لما هذا الجزئ أو هذه القوة لم تسمى قوة الرابط بين ثنائيات القط طبعا لأن هذه القوة تخص فقط الهايدروجين وتعرف الكتب الرابط الهايدروجيني بأنها قوة التجاذب بين ذرة الهايدروجين مرتبطة بذرة فلور أو أكسجين أو نيتروجين في جزئ معين وبين ذرة فلور أو أكسجين أو نيتروجين في جزئ مجاور كما قلنا قوة التجاذب هذه هي قوة تجاذب بين الجزئات وليس بداخلها وتعتبر الرابط الهايدروجيني هي أقوى أنواع هذه الروابط نعم إذن الرابط الهايدروجيني هي أقوى أنواع هذا الروابط طبعا لتمييز الرابط الهايدروجيني عن قوة التجاذب بين ثنائيات القط دعونا نرسم هنا طبعا هو معرفة نوع الذرة التي ترتبط بذرة الهايدروجين في الجزئ ويصبح لدينا الآن الشحن السالب الجزئية على الأكسجين والشحن الموجة الجزئية على الهايدروجين والسالب الجزئية على الأكسجين في الجزئية الآخر طبعا الرابط الهايدروجيني تحدثنا أنها لا تحصل إلا بوجود الهايدروجين مع أحد عناصر النايتروجين أو الفلور أو الأكسجين طبعا لأن الثلاث عناصر هذه تملك قيمة كهروسلبية عالية وبسبب الفرق في الكهن السلبية سيكون كبير مما يجعل مقدار الشحنة الجزئية كبير أيضا فيزيد من قوى الجذب بين الشحنات المختلفة من الجزئيات المختلفة بشكل كبير إذن العناصر الثلاثية كما ذكرنا الفلور والأكسجين والنيتروجين ويستخدم الكثير من الطالبة كلمة فون أو نوف لتساعدهم في حفظ هذه العناصر وأنتم يجب عليكم حفظها وتذكرها كذلك درجة غليان الماء هي 100 درجة مئوية وهي أعلى من درجة غليان الأسيتون كما رأينا إذن 100 درجة مئوية من درجة غليان الماء طبعا يعود السبب في ذلك إلى الروابط الهيدروجينية بين جزئيات الماء مما يجعلها بحاجة لطاقة كبيرة لإبعاد الجزئيات عن بعضها البعض وتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية هذا بالنسبة للرابط الهيدروجينية إذن سيبقى الماء سائلا في درجة حرارة الغرفة لنتناول الآن قوة الترابط الثالثة بين الجزئيات وهي أضعف القوى وتسمى قوى لندن طبعا وتتواجد هذه القوى بين جميع الجزئيات سواء كانت قطبية أو غير قطبية وتحدث نتيجة استقطاب لحظي في الجزئيات مما يؤدي إلى تولد قطبية لحظية في جزئي آخر نتيجة تقاربها من بعضها البعض فيؤدي إلى قوى تجاذب لحظي فيما بينها أو بينها سماها العلماء قوى لندن طبعا لنتناول الآن هذا المثال وأنتم تعلمون أن هذا هو جزئي المثال وهو رباع السطوح والزوايا بين روابط الكربون فيه تساوى 109.5 درجة طبعا كما ذكرنا أن فرق الكهرو سلبية بين هيدروجين والكربون هو فرق بسيط جدا وبما أن شكل هذا الجزئي رباعي في ثلاث الأبعاد فإن مثل هذا الفرق البسيط يلغى ويصبح الجزئي غير قطبي إذن هذا المركب غير قطبي لا يوجد قوى تجاذب بين ثنائيات القطب ولا يوجد روابط هيدروجينية بين جزئياته بسبب عدم قطبيته إذن الترابط الوحيد الذي يوجد بين جزئياته هو أو ما تسمى بقوى لندن طبعا لأن الإلكترونات هي حرة الحركة في مداراتها فمن الممكن في لحظة ما أن يصبح هذا الإلكترونات في أحد جوانب جزئي المثال أكبر منها في الجانب الآخر ويصبح هذا الجزء هنا يملك شحنة سالبة جزئية وبسبب قرب الجزئي الآخر منه فإن الإلكترونات القريبة من المنطقة السالبة تتنافر ويصبح عندها هذا الجزء هنا هو موجب الشحنة طبعا شحنة جزئية موجبة من الممكن الآن أن يحدث تجاذبا بسيطا بين هذين الجزئين وهو تجاذب ضعيف جدا كما ذكرنا وهذه هي قوى لندن طبعا وبما أن هذه القوى هي الوحيدة بين الجزئيات الميثال وهي ضعيفة جدا لذا سنتوقع أن درجة غالية الميثال ستكون منخفضة جدا وهي فعلا كذلك فهي تساوي 164 سالب درجة مئوية إذن هي 164 سالب درجة مئوية بما أن درجة حالة الغرفة بين 20 و 25 درجة مئوية فإن الميثال على هذه الدرجة سيكون غازا أصلا إذن سيكون الميثال غاز على درجة حالة الغرفة طبعا قوى لندن تزداد بزيادة حجم الجزئي وكتلته المولية ومساحة سطحه ومع أن قوى لندن موجودة في جميع الجزئيات قطبية أو غير قطبية إلى أن أهميتها أو أهميتها تكون في الجزئيات الغير قطبية أكبر ذلك لأنها تصبح القوى الوحيدة التي تعمل على تجاذب الجزئيات إذا كانت غير قطبية وتوجد هذه القوى أيضا بين دقائق الغازات الحقيقية سواء كانت بحالة ذرية أو جزئية إذن تحدثنا في هذا الفيديو عن أنواع قوى التجاذب بين الجزئيات أتمنى أنها أصبحت واضحة لديكم الآن وأتمنى أني كنت مقدما جيدا لها ترجمة نانسي قنقر